السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ومشاهدين ومتبعين في كل مكان ازايكم عاملين يارب اكونوا بخير احنا مع بعضينا كده كل يوم هنراجع مراجعة سريعة في زراعة الاشجار الخشبية وهنتكلم مع بعضينا فيها كده لفترة بحيث ان احنا عندنا خبر كويس جدا الفترة اللي جاية ان شاء الله بإذن الله هنفتتح مع بعضينا اول مشتل من مشاتل شركة اشجارنا بشكل رسمي وبشكل فعلي وهيكون قادر على استقبال حضراتكم في اي وقت ان شاء الله بإذن الله انتظروا الافتفاح قريبا وفيديو من قلب المشتل هنوضح ليكم المنتجات الموجودة عندنا بفضل الله واللي بنقدر نوفرها لحضراتكم وهنستغل الفترة دي ونتكلم مع بعضينا في موجز مختصر وسريع عن الاشجار الخشبية طيب يا سيدي لو انت لسه جديد منضمن لنا في قناة اشجارنا اعرف ان الهدف الاساسي لانشاء هذه القناة هو التحدث عن زراعة الاشجار الخشبية وانشر فكر زراعة الاشجار الخشبية في كل مكان في جمهورية مصر العربية وازهار قيمتها سواء البيئية او الاقتصادية يا سيدي العزيز الفاضل واحنا النهاردة هنتكلم لو هزرع مصد رياح حلو كده ان شاء الله بإذن الله في الارض بتاعتي انا من ضمن الاشجار المنتشرة في البيئة والطبيعة المصرية اقدر ازرع ايه او ايه افضل حاجة ممكن ازرعها المتعارف عليه واللي منتشر بشكل كبير اللي هو القفور والجزورين واحنا جايين هنا علشان نغير الفكر دوت وعلشان نضيف حاجة جديدة للمستثمر والمزارع اللي موجود وبيشتغل حاليا بفكر وثقافة وعلم جديدة الهدف منه تحسين دخله وكذلك تحسين الزراعة المصرية عموما الطبيعي ان القفور والجزورين هما اللي انزرعوا وده انا بفضله وبرشحه في بعض الاماكن اما في بعض الاماكن الاخرى بقول ان ثقافة زراعة الجزورين والقفورة الان يعني مش ذاتة اولوية او ذاتة اهمية في ظل التحديثات الرهيبة اللي بتحصل في الزراعة او في صناعة الزراعة انت حضائك واخد قطع من الارض واخد مساح من الارض لسما تستغل كل شبري فيها انه يقدر يدخل لك عائد ويأمن لك مستقبل افضل وهنا ده دورنا وهنا دي مهمتنا ان احنا كناس مختصين في ظراعة الاشجار الخشبية وفي ظراعة الاخشاب عموما بنوجه حضرتك لزراعة هذه الانواع التي تناسب احتياجاتك وكذلك قدرتك المادية وفكرك وقنعتك يعني ايه يعني واحد مساح تقول لها اه حاجة صغيرة ومضم مش محتاج او مصدات رياح فهنا انا ممكن لهو الداني الاختيار او الداني ان انا اقول يا سيد محمود انت ترشح لي ايه بناء على البيئة اللي هو موجود فيها اقدر ارشح له قال له السلام عليكم انا عندي ارض مثلا يوليكم في الوحات البحرية خمسين فاداني وعايز اعمل مصد رياح من اه اي شجر كانت انت ترشح لي اولا لو معك فلوس فهوجهك توجه اساسي وصحيح للمهاجني والسر والتاكسوديوم والسرسوع وايه تاني يا ودي محمود انا كتبه والصنوع تمام يعني انت لو حضرت معك فلوس هوجهك اقول لك مهاجني سرسوع سر تاكسوديوم سنوبر الخمسة دول هقولك تزرحه وفي نقطة هنا مش هيبه مصدات رياح اساسية في اول عمرهم ولكن هيبه مصدات سانوية داعمة يعني يعني ايه يعني لازم ازرع معهم حاجة تدعمهم لحد ما هم يشدوا حلو يعني يعني احنا بقانا فترة طويلة بنقول ان المهاجني لا يمكن الاعتماد عليه كمصد رياح ممفاردة حضرتك لو المكان مكشوف والجو مكشوف والدنيا مكشوفة لازم له حاجة معاه تسنده وتساعده لان الهدف الاساسي والغرض الاساسي من زراعة هذه الاخشاب هو الحصول على صاق جيدة صاق رأسية نظيفة مستقيمة جيدة هي دي الفكرة انه طلع صاق نظيفة فانت مسلا تزرع لحاجة زي المهاجني او حاجة زي السرسوة او حاجة زي التاكسوديوم او حاجة زي السرو يعني انت فاهم وتسيبه كده لوحده انت فاهم لوحده ما يتمرمط وترجع تقول لا ده طيب لو انا اختار الخمس اسنار دول وانا راجل معي فلوس اللي هم ايه تاني محمود بمهاجني سرسوة تاكسوديوم خمسة دول لو انا اختارهم معي فلوس سقول لك ازرع موسطيهم حاجة سنوية داعمة زي ايه بقى زي ايه ركز معي كده صليت على النبي ركز معي زي البان العربي ايه على البان العربي مورينجا بريجرينا او مورينجا وليفيرا عادي ازرع اي انهم الاتنين المورينجا سريعة جدا جدا اسرع مموة تتخيل وكلها فوائد وبص مشكلة مجبعة الفوائد الاقتصادية بتاعتها لان احنا هنا في مصر ما عندناش الفكر بتاع استخدام المورينجا هو بدأ ينتشر ولكن بانتشار محدود انت فاهم وكان جات هجة زمان لزراعة الاف الفدادين من المورينجا والغزاء المعجزة وبتعالج سبعة تلاف مرض وبتوقن الشيخوخة وتعاني من اعراض التلميع قصة طويلة كده ايه اللي جاب ام السيرة دي تهين مش اه درانسة حبيبة شوالس تمام فانا بقول لك لو معاك في الوس اختارت اه الخمس اصناف دول فانت حدك ممكن تحط وسطيهم المورينجا تزرع بالبزرخ لالستة شهور هتبقى شجرة محترمة مغطية على اللي موجود وتقدر تحافظ عليه لحد ما يشد حيله اقطع يا سيدي المورينجا دي ولع فيها بس اراك في الفكرة دي ولع فيها طيب انا لو معيش في الوس اعمل ايه هقول لك للاسف اختار كفورة وجزورين هم كويسين اختاروا كفورة وجزورين بس بلاش الله يكريمك بلاش ارجوك تزرع البزرومية لان مفيش منها اي فايدة مفيش منها اي رجا والله ما لها اي رجا ولا فايدة ولا قيمة ولا استفادة وكده كده هتطحها وكده كده هتزع عليك يبقى ازرع حالي ركز معي بقى ركز معي طيب انتو عندوك القصنادي اه عندنا طب بتشتغلوا فيها اه بنشتغل فيها من اول البزرومية لحد السر والسنوبر لو عايز بفضل الله كلهم متاحين فحضرتك سيد الفاضل فيه جروب دلوقتي احنا عاملينه هتلاقي اللينك بتاعه موجود تحت فيه سندوق الوصف بتاع هذا الفيديو خش حضرتك الجروب بتاعنا على الواتساب واكتب استفسارك واكتب سؤالك وهنرد عليه رد للعام اجمع للعام اجمع علشان يبقى الجواب والسؤال للجميع والكل يشوف ويفهمون انتظروا ان شاء الله بإذن الله فيديو هنصور لكم من المشتر المنتجات الموجودة في بتاعتنا بحيس حضراتكم تبقوا اه جاهزين ان انتو وتقدروا تنورونا في اي وقت وكون احنا سعداء في استضافتكم ان شاء الله بإذن الله دي النقطة النقطة التانية جميل اه ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس واللي ما انتسبش اللي ما انتسبش للقناة يتفضل ينتسب وينورنا واحنا تحت امره وفي خدمته في اي وقت حالة ليكم محمود حمدي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته